طيب اه بداية اه اشكر معهد هندسة التكنولوجيا للطيران على الدواء الكريمة وان شاء الله هنتكلم النهاردة عن استخدام الزكاء الصناعي في العمارة. طيب يا ريت الناس تكتب لنا ايه هو تعريف الزكاء الصناعي? يعني كل واحد من وجهة نظره شايف ايه هو الزكاء الصناعي? تعريف بسيط كده ايه هو الزكاء الصناعي? طبعا هو كل الناس عما تتكلم عند الفترة ديت فمن وجهة نظرك ايه هو تعريف الزكاء الصناعي? جواب ايه. نعم. طيب. آآ الزكاء الصناعي هو نقدر نقول ان هو محاكاة الزكاء البشري. تعريف جميل جدا. شكرا 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 او محاكاة او محاولة المحاكاة زل العقل البشري. ده يعتبر افضل تعريف ممكن نقوله في فكرة ايه هو الزكاء الصناعي. طيب لو احنا جانا نبص كده على الحاجات التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة هنلاقي عندنا كزا تكنولوجيا حديثة. يعني ممكن حد مسلا مهندس معماري او انشاي او ميكانيكا او اي كسب يتخصص في حاجة من دول. تمام? فهنلا عندنا مسلا انترنت الاشياء مسلا. هنلاقي عندنا الروبوتات الواقع الافتراءة دي. الزكاء الصناعي. كل الطبع سوية تلبعات. كل الحاجات دي. بتبقى ممتازة جدا. تمام? مع الزكاء الصناعي. الزكاء الصناعي بتديها قوة. الزكاء الصناعي عبارة عن ايه? ان انا بخلي الالة بحاول اخليها تفكر زي الانسان. طيب لو جينا نبص كده على فكرة الزكاء الصناعي. بل ايه عندي حاجة مسلا زي في الاول كان نقوله الزكاء الصناعي ده عبارة عن ايه? المسلا هو يلعب مسلا شاترانج. دلوقتي خلاص ما بقاش الزكاء الصناعي هو شاترانج. اللي ان الشاترانج حركات ثابتة وحركات معروفة. ممكن الزكاء الصناعي اللي هو سيري اللي عنده ايفون. جرب سيري فتقدر ان انت تنقش معي وتقدر ان انت تتكلم معي. والاندرويد برضو في نفس الخاصة دي. ان انت تقدر تتكلم مع الزكاء الصناعي. ممكن تسأله اسئلة غير يعني تقليدية واجاوبك عليها. ممكن مسلا تقوله انا دلوقتي جعان تشوف اللوكيشن بتاعي. واللي اقرب مكان نباتي يكون رخيص. فين عشان انا جعان وعايز يأكل. تمام? يبدأ يجيب لك المطاعم اللي موجودة اللي بتحقق الموصف بتاعتك. آآ ممكن العربات ذاتية الكيادة. الموضوع ده صعب جدا انك تستعرف على كل الحاجات اللي حواليها. عشان تعرف على الحاجات اللي حواليها هي بتحلل داتة واحد جيجا في الثانية. يعني بتحلل صور العربات اللي حواليها والناس وكل حاجة. تمام? طيب. نروح بالفكرة ايه هو الزكاء الصناعي? قلنا ان احنا هنحاول نقرب من الزكاء الصناعي. احنا بعيد جدا عن الزكاء بتاع الانسان. طب ايه هو اصلا الزكاء الطبيعة بتاع الانسان? ان هو بيقدر يحلل البيانات ويقدر ان هو يتفاعل معها ويقدر ان هو ياخد قرارات. يعني مش مجرد انه برمقته ان هو يروح يمين فيروح اليمين? لا. هو يقدر ان هو ياخد قرار لو لا الحاجة ديش موجودة في مكانها او محتاج ان هو يعدل فيها او في حاجة مش موجودة يقدر ان هو ياخد القرار. تمام? صحيح. هيدي فكرة الزكاء الصناعي. تمام? ان انا بحاول ان انا اوصل ان انا بعندي نفس الفكرة اللي موجودة في العقل البشري. زمان لما كنا بتبرمج حاجة. تمام? فبقول له روح للمكان الفلاني. وفتح الباب. وخرج وانزل عند السوبر ماركت اشتريه اللي مسلا اه لابن. فلو دي راح عند الباب والقابة مفتوح. وهو عنده امر ان هو يفتح الباب. مش هدر يتصرف. او عامل كأن طفل ما عندهش كدر على التفكير. بيحفظ الامر ويعمله. فلو لقى اي مشكلة هيوقف ومتحير مش عارف يعمل ايه. فلذلك كنت بتطيع تعمل قاعدة اف كتير. لو ما لقيتش دي اعمل دي. لو لقيت دي اعمل دي وهكذا. انما الزكاء الصناعي بيحاول ان احنا ضريف الطرور. لو لقى حاجة غريبة يقدر انه يتفعل معها. طيب. اه سريعا كده اكتبونا اه تفتكروا الزكاة الصناعية بدأ سن كم? هل هو بدأ عشرين اربعة وعشرين? عشرين من العشرين? يعني بدأ كم الزكاة الصناعية? هي فكرة الزكاة الصناعية بدأت يعتبر من بدايات الكمبيوتر. يعني هما لسه بيفكروا يحطوا اول زرار في الكمبيوتر. كان فيه تفكير من هما نفس الفكرة دي. فبدأ تقريبا تقريبا مع الحرب العالمية التانية. يعني فيه شفرة معينة الالمان بيعملوها ويغيرها كل يوم. فالبريطانيين عايزين يحللوا الشفرة دي. والامريكان بيتعاونوا مع بعض كده في مشروع. وتعمل فيلم عن المشروع دوت. ازاي يقدر حلاله الشفرة دي? فاخترع كمبيوتر اللي يقدر حلال لهم الشفرة دي. فلزلك نقدر نقول ان هو بحدود تسعين سنة للغاية دلوقتي. تمام? فبدأوا يخترعوا الالة اسمها تقدر انها تخزن الدياتا وتقدر انها تحلل البيانات وتبدأ انها تجيب لنا الدياتا. طبعا حجم الالة بيه كان حاجة عملاقة جدا. فضيعة جهزة كبيرة وهكذا. دلوقتي خلاص ممكن تبقى موجودة عندك في الموبايل اللي امكنات بتاعتها. وبعد كده كان فيه تحدي. يعني هو كان فيه تحدي. انا اقوى. فقال لك احنا نتحدى بعضه في لعبة الزكاء اللي هي الشطرنج. فاي بي ام عملت برنامج اسمه ديب بلو. علمته الشطرنج. بيتحفزه الحركات. تحفزه المباريات. وتحفزه كل حاجة. عشان يقدر نوى يكسب. ويخلو يلعب كزا مباراة مع كزا شخص. وبدأ يتطور لحد ما لعب يعني اقوى واحد في العالم. وكزبروف كزبو. وبعد كده لعب مباراة تانية معا بعدها كام سنة بعد ما طوروا البرنامج. وكزبروف خسر. طبعا كزبروف اول ما خسر بقى هيجنن. ازاي اكتر حاجة انا بفهم فيها الالة تغلبني. وكان ساعتها شايف ان هم غشوا ويعني كان مفاعل جدا لكن هو قدر يوصل للحاجة تاني يوم على طول. ان احنا الزكاة الاصناع ده بشي هيفض مكاني? لا انا ممكن اتحد مع زكاة الاصناعي ونعمل فريق انا وزكاء الاصناعي ونلعب ونكسب مباراة. فدي كان فعلا تطور بتاع الفكرة الزكاة الاصناعي. ودي اللي احنا عايزين نوصل فيها ان زكاة الصناعي بشي هيفض مكاني? لا انا هتعاوم مع الزكاة الصناعي ان احنا نعمل حاجة افضل. وبدأ يطوروا في الزكاة الاصناعي بشكل كبير جدا. لكن ايه اللي خليزر? السن اللي ان فاتت يعني في 22 23 وهكذا ان هو اصبح الاجهزة قوية اصبح ممكن تشتغل فيه من غير برمضة اصبح فيه امكانية ان هو يضرب على معلومة كترة جدا يعني الاول كانوا ممكن يضربوا مثلا على داية العشرين شخص دلوقتي لا بمكن اضربوا على يعني مليار شخص مليار شخص ومن غير ما يكالفن حاجة خالص يعني بداية مثلا كان فيه تطبيق لو حد فاكر يقول لنا اذا كان مر بالتجربة دي ولا لأ من خمس سنين تقريبا ان ظهر تطبيق كده على الفيسبوك يقول لك ارفع صورتك انت صغير وصورتك دلوقتي تمام تقريبا مليار واحد شارك في الصور دي حد صورته وصغير صورته وكبير فده بدأ يحللوا داتا قدر يوصل ان شكل الانسان بتغير ازاي فبدأ بعد كده راح منازل تطبيق تاني اديني صورتك دلوقتي وانا يقول لك صورتك بعد عشرين سنة تبقى عاملة ازاي عكس الموضوع من خلال ان هو بدل ما كان بيدرب التطبيق بتاعه على مية صورة امتين صورة لا بقدر يدربه على مليار صورة فاصبحت الموضوع اقصر دقة وبقى عنده دقة كتير جدا فياريت له حد مر بالبرنامج دي يقول لنا طيب فيه ازاي نقول لي ان الالة دي زكية رب الزكية انها تقدر تتفاهم المعلومة وتقدر انها تحللها وتقدر انها تتفاعل معها طيب تورينج اللي هو اعتبر اول واحد اشتغل في موضوع زكاة الصناعة دوت هو اللي عمل الالة قال لك احنا نعمل حاجة لو انا قدرت اتصل بحد واكلم معايا ويقفل معايا وانا معرفش اذا كان اسمعي بقى انا كده وصلت للزكاة اللي اسمعي يعني لو انا عندي اتنين هيكلموني وانا معرفش مين فيهم الزكاة اللي اسمعي ومن الشخص الطبيعي وقفلت مع الاتنين وانا مش عارف اذا كان مين فيهم الانسان يبقى كده ان نجحت يعني لو انت اتصلت مسلا اا عايز تجيب بيزة واتصلت وكلمت مع الخدمة العبرة والراجل اللي تكلم معاك مسلا عشرة دقيق وخد الوردر بتاعها وانت ما تشفتش ان ده قلة يبقى احنا كده وصلنا للزكاة الاصطناعي اللي بتفعل معنا طيب وصلنا بال حاجة تانية ان في لعبة اسمها جو اللعبة دي بيقولوا من قدم الالعاب في العالم كله واللعبة دي يعني شطرنج بقى في عشرين حركة لكل قطعة لأ ده بقى فيه امتين حركة لكل قطعة يعني كل قطعة ممكن تتحرك في امتين مكان اللعبة صعبة جدا شفتها في لام كتير راجل جدا بتاعك تجيت لي والحاجات ديات لكن مش مش فاهمت اللعبة ازاي المبرمجين اللي برمجوا اللعبة دي الكمبيوتر مش عارفين القواعد مش عارفين احد فالس هم قالوا احنا هنخلي الكمبيوتر يلعب مع نفسه ويتعلم ويخسر ويتدرب طبعا احنا انت ممكن تتدرب مسلا تدرب في الدور مسلا ايه عشر ساعات فهو ممكن يلعب ثانية يلعب بسرعة ويبدأ ان هو يخسر ويكسب يخسر ويكسب لحد ما يفهم اللعبة ديات وفعلا اتقن اللعبة وخلوه يلعب بطل العالم كان واحد صيني وقعد يلعب معاه وحركة معينة الشاب السلي ده لعب بحركة ستة وثلاثين الكمبيوتر لعب بحركة سبعة وثلاثين وكانت حركة مش متعودين عليها حركة سبعة وثلاثين يعني حركة بتنهد نوعها يخسر المعرك كأنه ضحها بالوزير لو الناس بتعرفش طرنج فالتاني قال لك بس انا كده كسبت تشفوا ان الحركة دي اللي الكمبيوتر ما تضربش عليها ومحدش لعبها قبلية وما غشهاش من حد خلته هو اللي يكسب المطش فديك بداية صورة في عالم الزكاية الصناعي ان الكمبيوتر بدأ يخترع حاجات هو ما تضربش عليها ومحدش قال له عليه كمام؟ فاحنا كده عندنا الزكاية الصناعي ضاية اللي هو الزكاية الصناعية حاجة واحدة بس إن هو بيعرفي لعب في لعبة معينة فيه الزكاية الصناعية العام اللي احنا دخلين فيه دلوقتي اللي هو بيفكر زي بيحاول يفكر زي الإنسان فيه بقى زكاية الصناعية ومفيش حد يقرب منه ولا حد يفكر فيه اللي هو ان الزكاة الاصناعي يتفوق على الانسان وما فيش اي بحث بيقرب من قريب او من بعيد من الفكرة بيه او ده ابنا كتير جدا على ما نفكر في القصة دي طيب يبقى احنا قولنا الزكاة الاصناعي هو ان الكمبيوتر يفكر طب في بقى تعلم الالة تعلم الالة اللي هو ايه ده جزء من الزكاة الاصناعي يعني بشدده او عكسه او هما الاتنين قارب بينهم الامبرلا او المظالة الكبيرة بتاعتنا الزكاة الاصناعي في جزء منها التعلم الالي في جزء منها تحويل الكلام لصوت وجزء منها تحويل الصوت لكلامه وجزء منها من المفهم الصورة واجهزة كتير جدا ففيه فرع واحد بس اللي هو اسمه التعلم الالي ده اللي هم بتركز عليه اللي هو ايه انه انا شغال هو بيتعلم مني يعني انا مثلا بصمم بيت وفي كل وقت بروح اعمل مثلا باب بشكل معين انه مسافات معينة هو يحفظ اللي انا بعمله ويتعلمه من غير ما انا برمجه من غير ما اسأله حقا خلص يعني انا جات للوح فبدأت اراجحها واكتشف بعض الاخطاء فهو يبدأ يشوف البترن او القاعدة اللي انا بمشي عليها في الجزئية دي ويبدأ انه هو ياخد باله من القصة دي خد باله مثلا انه ما فيش ما فيش بيت هيتعامل من غير بواب ما فيش بيت هيتعامل من غير شبابية فخلص يبدأ ياخد باله ويبدأ ياخد باله من نسبة اللي بواب الشبابية فانا ممكن ابرمجه بحاجات معينة وممكن خليه يتعلم معايا من الشغل التاعي يبدأ ان هو ياخد باله من اختار الماتيريال من الاعمال ده يبدأ يقف ليه انا اخترت المقاسات دي واحدة واحدة يبدأ ان هو يساعدني بشكل كبير طيب التعلم الآلي فيه انواع كتير جدا اكتر اكتر ثلاث انواع بنشغل بهم السوبر فايسد ليرينج ان انا هتدي له داتا وابدأ اقول له دي كذا ودي كذا دي كذا ودي كذا انا هستموم له يبقى انا المدرب بتاعه فبابدأ اقول له وخلي بالك ان دي صور قطط ودي صور كلاب ودي صور احصلة وفرق بينهم الان سوبر فايسد ليرينج ان انا بقعد معاه ودي له داتا كلها وقول له خد انت اقسامهم فهو بيبدأ يشوف ايه الحاجات المشتركة بينهم يبدأ يجمع لي في مجموعة كده اه دي المجموعة دي حجمه كبير ودي حجمه صغير ودي الوانها كذا ودي الوانها كذا لحد ما يقسامهم كلاسترات اقسام ويبدأ يفرق بينهم فانا ممكن بس يأسعبه في الاخر قال له كلاستر ده هنددله اسم كذا فيبدأ ان هو هياخد باله ولو وديته داتا هيقدر نهو يفهمها بشكل ايه فغالبا يعني بينطبق بين الاثنين يعني ما بقاش دي كلها ولا دي كلها الان سوبر فايسد ليرينج بتبقى ممتازة جدا لما يكون عندي داتا كبيرة اوش اداء فرقة بينهم فانا ممكن ادي له كل الداتا هو يبدأ يحاول ليوجد الحاجات المشتركة بينه في نوع تالت اسمه ان انا بدخله له الحاجة هو يبدأ يتفاعل معها ومن خلال اللعب يبدأ يفهم ثلاث حاجات دول عشان نفهمهم بشكل كويس السوبر فايسد ليرينج انا هتدي له طفاح وقول له ان ده طفاح واتدي له موز وقول له ان ده موز واتدي له بورتقان وقول له ان ده بورتقان هو يبدأ يفهم ويبدأ ان هو يخزن الداتا عندك الان سوبر فايسد ليرينج لا انا هتدي له فاكهة كلها وهو يحطهم في المجموعات ده مجموعة الفاكهة التفاح ودي الموز وده البرتقان وهكذا فالسوبر فايسد ليرينج هبدأ ادي له data اقول له مثلا نخلي بالك ان دي منازل سكنية وان دي مكاتب وان دي فلل وهكذا. الانسابر فاست ليرنينج بتدي له كل الحاجات ويحاول يوجد المعلومات المشتركة. بعد كده هو يبقى عنده ال data اللي مثلا لو انا عايز اقيم ما يبقى فبدي له المعلومات فيبدأ يقسم بقى يقول لك والله ايه انا هقسمها حسب سعر الحاجة من خلال الحجم بتاع البيت عدد الغرف عدد الحمامات اللي فيه هل في جرش ولا اقه هل هو بيطلع عشر ريس ولا اقه فبدي له بياخد داتك كتير اوي ويبدأ ان هو اقسم. ده مسلا مسال ده مسلا مسال اا زمان كنا بتعرض برما كتير اوي عشان نخليه فرق بين الحاجات. ده بلان لدينا برنامج سهل هوت. تعال انا نشوفهم مع بعض. ده بلان بيسمه لو. ده انا قد تبسى طبعا دي وجربته في حاجة كتير اوي. منهم مسلا تجربة انا بشرب القهوة اللي. فصورت صور كتيرة وانا بشرب قهوة. وصورت صور كتير جدا وانا مبشربش قهوة. تمام? ووردته دي انا بشرب قهوة. ودي انا مشربش قهوة. وما قلتنوش ايه الحاجة المشتركة واني حاجة اللي مشتركة. هو بدأ يفرق ان انا معي كباية ولا مش كباية. تمام? وكذلك انا عندي بنتين توقام فوردته مرة دي ومرة دي هو يبدأ انه يخلي بالو دي اسمها كذا وده اسمها كذا دي دي ليل وده تلي هو يبدأ فرق بلو. طيب الموضوع ده ممكن فتنة ازاي? ممكن مسلا ان هو يبدأ يشوف مسلا يبدأ ان هو يشوف ازا كان مسلا فيه اعمدة ولا لا. يبدأ يتأكد ان الشغل بتاعي مضبوطة ولا لا. ممكن نشوف هل فيه شبابيك مضبوطة ولا لا. تعال نشوف استخدامات عملية للموضوع دوت. او. هنا مسلا بدأ يدربه على حركة معينة. يجيب له حركة معينة. هو يبدأ يفهم الحركة ديت. ان هنا بدحك. هنا مش بدحك. ممكن تبرمجه لو انت لبس ماسك. لو انت فاكرين فترة كورونا. لو واحد دخل المكان. هو مش لبس ماسك. يبدأ ان هو ينتبه. اه هنا ماسك. شل ماسك خلاص يبدأ يدي انظار ان في حد دخل غير ماسك. النباتات لو ظهر اي مرض عليها يبدأ ان هو يخلي باله. في فعلا برامج معمولة. انت صور النبات يبدأ ان هو اقولك ازا كان فيها امراض ولا لا. هو بيبدأ اكتشف الحاجات المشتركة. انت مجرد بس تكتب لما تلاقي العرامة دي يبقى مثلا محتاجة رأي وهكذا. تمام? وفي مثلا ده برنامج اسمه اه تكنيكل اه تكنيكل ده بتبدأ توري له حركة معينة او صوت معين او شكل. بيبدأ يتعرف عليهم. تمام? يعني انا مثلا اديت صور مجموعة كبيرة من القطط مجموعة كبيرة من الكلاب. وبعد كده بعد ما اتضرب عليهم اديت صورة قطط وكلاب ما ضربتمش عليهم. انواع مختلفة. هو ما شايفهمش قبل كده. فهو اوتوماتيك بدأ يفرق بينه. وبدأ يقول لي بالنسبة كزا ده قطة او بالنسبة كزا ده كل. فدي كان تجربة جميلة جدا وما اخدتش مني جهد ولا برمج وايحي فالصة. بالعكس ممكن الاطفال من سن ست سبعة سنين يلعبوها وهيستالوا فيها جامع جدا يعني. طيب. يبقى احنا قلنا عندنا الزكاة الاصناعي. ده الامبريلا كبيرة اللي تحتيها حاجة كترة جدا. وبعد كده المشين ليرنج تعالوا بالقالة. وفي حاجة بقى تحتيهم اسمه ديب ليرنج. ده جزء من المشين ليرنج. ديب ليرنج. انا ببدأ ادي له خوارزمية او طريق التفكير. وما بعدش ان انا عارف كل حاجة. وبخليه يفكر زي الانسان. يعني لو انت. في مشكلة الميتنج هيخلص بعد عشرة دقايق. فانحاول ان شاء الله عالجروب بعد تربة تانية. تمام? فيه بيقول لي ان هو الميتنج هيخلص كمان عشرة دقايق. طيب. التعلم العميق اللي هو ديب ليرنج دوت كأن طفل عنده ربنا ندله قدرة على التفكير. وبس ما فيش حد معا بيعلامه حاجة. هو بيبدأ يتعلم مع نفسه. زي قصة حي ابن يا قزان. حي ابن يا قزان في اربع قطب الفلسفية اللي حي ابن يا قزان ان الطفل وجد على جزيرة وبيبدأ يتعلم مع نفسه. دي فكرة التعلم العميق. تمام? تعال نشاءكم كده مع بعض. دي مسلا اه في عمل فريقين لعب على الكمبيوتر. يعني هو برمج الشخصيات وخلاهم يلعب مع بعض. هو بدأ يريبهم من بعيد. اللازرق فريق اللازرق وفريق اللاحمر. ادهم برمجة وصابهم يلعب مع بعض. تمام? مفروض ان اللاحمر ده هو الشرطة وبتحاول توبط على اللصوص. يعني بدأوا خلوهم يلعب مع بعض بيش منتزمين بقواب معينة. فمسلا بدأ اللازرق يخط باله ان اللاحمر بيجي معالي من الفتحات. فبدأ يقفل الفتحات على اساس ما حدش يقدر يخش. لاب ينط من المثلث دوت. بدأ ياخد المثلث ده ويعمل. وبدأ يخترح حاجات المبرمج نفسه ما كانش عام يحسابه فيها. تمام? فدي القصة. فتخيل مثلا ده هنا بدأ التعلم العميق. بدأ يقول له تعلم زي تركيب. وبدأ يقول له ايه? لو ركن غلط يجي له تنبيه مسلا ان فيه غلط في الركنة. فمع التكرار بدأ ان هو يتعلم ازاي يركيب صحيح. دي النار ببعندي حاجة هتعامل معها. المفروض مسلا في الانسان بيعمل ايه? انا مسلا معي تفاحة. انا مش عارش تفاحة دي ولا ولا موزة ولا ايه? فممكن من خلال النظر بتبدأ ان انت تعرف. وممكن من اللمس وممكن من الشم. فكل واحدة فيهم بيبقى اعتبر زي لير خفية بتدى اتعرف بيهم. وبتدل كل واحدة مقدار معي من القيمة. يعني اللمس ممكن تخدعك شوية. طب الشم اه ممكن الشم انت بقى وضح. بس اكيد التزوق هيكون افضل بكتير. وفي الاخر بوصل لنا الاوبوت ببدأ ااخد قرار اعرف ايه دي بالزبط. طيب التعليم المعزز ان انا هسيب ويلعب لعبة. زي مثلا لعبة ماريو بيبدأ ان هو ينط ويتعلم واي واي والحاجات دي كلها. تمام? لما بيقبط في حاجة ويموت يبدأ ان هو يتعلم من الاخطاء بتاعته. لما يقبط في حاجة ويكسبها يبدأ ان هو المرة الجاية يخلي باله ويكسب. ده من خلال ايه? ان في بقى فيه شبكات عزبونية اصطناعية. artificial neural network. دي موجودة موجودة في عقل الانسان. فهم هنا بيحاولوا يقلدوها لكن مش قادرين يوصلوا لدرجة الانسان فبيحاولوا يقلدو الخلايا العصبية الصغيرة اللي موجودة عند الفار صغير. تمام? طيب. دي برضو انواع هي فيه انواع كتير قوي ما يقرب من ستين حاجة. في مثلا اللي هو الجي ان ده شبكة تولدية خصومية. يعني ايه? يعني بخلي فيه شبكة القصاد بعض. واحدة فيهم بتبتكر صورة جديدة. والتانية تنتقطها وتطلع الاخطاء. فالاولانية تطلح الاخطاء. فلذلك الحاجات بتطورش وقت لكن بتلاقي يطلع لك لما تقول له مثلا تدي له التكست او بروبط ويديك صورة رائعة فهي من خلال الشبكات الخصومية التولدية دي. ان هما الاتنين بيعدد نفسه بحيس ان ايه? يتفادوا ان بقى في ايه اخطاء فلص. تمام? طيب. دي بقى الشبكة اللي هي سين اين? والشبكات دي بتبدأ اول ما تشوف اي صورة تبدأ انها تقسمها بحيس انها تبدأ انها تتعرف عليها. المخالب الاعين الودان كل حاجات دي. تمام? طيب دي مسلا ان هي دي حاجة بسيطة خالص. مساحة فاضية ببدأ ان انا اديها بعض الاشكال. مسلا بقول له ان هنا الفتحات وهنا الفلور وهنا المدخل وهنا الشبابيك. تمام? فهو اوتوماتيك بيبدأ ان هو يوزع لي ويبدأ يوزع الانارة ويبدأ ان هو يقول لي ازا كان فيه مكان مسلا بشواصلها للانارة الطبيعية. فمحتاج ان انا ازود الانارة صناعية وهكذا. فدي بيتموجود هي جزء من العمارة. يعني السكال الصناعي موجود معنا في العمارة. وجوش موجود بس فكرة ان انا ادي له تيكست حوالي للصور. لا موجودة في حاجة كتير جدا. دي مسلا من ضمن الحاجات الجميلة جدا. مشروع جوجل عملاء بيحاول يتعرف به على اللغات القديمة. انا نفسي مش عارفها. بس هو بيحاول ان هو يقول له ايه? خد الاشكال الكتابة المصرية القديمة. الكتابة اليمنية. الكتابة في العراق. في بابل في بعض المخطوط الناس موتامية بيها. بيحاول ان هم ما يفهموها. فبيدلوا رموس كلها ويقول له حاول ان انت توجد الشفرة دي وتقول لنا ايه القصة اللي موجودة. طيب عندنا بحاجة مهم اوي ازا كان صناعة توليدي. ده جزء من الزكاة الاصناعي بيبدأ يوجد لي محتوى جديد. لما بديله فيوجد لي زي ان انا ابدأ اكتب ويرد عليه. انا بقول لكم اتحدى ان واحد هنا يقدر يقول ان هو ما تعملش مع الزكاة الاصناعي. سواء ان انت تكتب حاجة ويديك تيكست او تكتب تيكست ويديك صورة. اعتقد بلا استثناء كلنا تعملنا مع حاجة زي كده. مزبوط ولا? الله. في حد ما تعملش مع الزكاة الاصناعي. والليه يتعملنا معي صح? مزبوط تمام. طيب ده من دمن الزكاة الاصناعي. اه واللي عملوا مصريين. تمام? اه ان انا بديله كونكس ده بدي له مثلا منطقة معينة هو يبدأ ان هو ياسم لي الغرف واقول له مثلا عايز الفيلا دي طيار بعض الدوار. وقول له اسم لي المسافات اللي فيها بالشكل دوت. بيبدأ ان يعمل اراءه كتيرة جدا. وبعد كده اديني عشر تصاميم ابدأ ان انا اختار منه. تمام? طيب هو دلوقتي البتاع هيفسف عشان ما يحصلش مشكلة. تمام? هابد بعت لكم رابط دلوقتي. حاولوا ايه? ندخل عليه على الخط. ماشي? بعت لنا سيكون ايه? راحطولكم هنا وحطولكم برضو عالجروب. عشان ايه? اه او عشية او زي ما انت شايف. بديله بس ايه قطعة الارض. ويبدأ ان هو يعسمها لي ويبدأ ان هو يوزع للغرف. ويبدأ ان هو يطلح لي وتكاد ويبدأ ان هو يطلح لي بدي اف وهكذا. ماشي? فده كونيكس الناس المصيرين اللي عاملينه. وشغلين عليه بشكل كويس جدا. ياريت الناس كلها تدربو. لان هو عامل طفرة في فكرة ديت. زاد نهو بعد كده بيوزع لك اللايتنج. بيوزع لك الشغل انت عايزه. ده برضو معاملين بكونيكس. تمام? هنا برضو بدأ يدرس الدراسات بيئية. عشان يقدر ان هو يوفر لنا الطق. هنا ادر من خلال التصميات المختلفة. يبدأ ان هو يوفر يخفض الحمل الحراري من نسبة تماما وتمانين في المية. من تسعمائة كيلو واط في المتر المربع الاقل من مية كيلو واط للمتر المربع. اه هو زوم هيفصل دلوقتي. فارت نتقل بعض زوم الجديد ان شاء الله. تمام? ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة